انتهت اليوم المهلة التي منحتها أمانة عمان الكبرى لأصحاب المهن من أجل تجديد ترخيصهم تجنبا للغرامات وفرض أي رسوم إضافية أخرى قد تترتب عليهم المزيد في التقرير التالي دعت أمانة عمان الكبرى أصحاب الرخص المهنية لتجديدها تجنبا للغرامات بعد أن كان آخر يوم لتجديدها أمس الخميس لكن تخفيفا على المواطنين أعلنت الأمانة بأن اليوم الجمعة دوام رسمي لوحدة المهن التابعة لها في غرفة تجارة عمان طبعا اليوم الجمعة عطوة رسمي بس بناء على طلب من معالي العمين ومدير دائرة المهن والعنات المهنسة الحديدي بدرنا في الدوام للمواطنين لا يدفعوا غرامات على التجديد طبعا احنا بلغ عندنا عدد الرخص لغاية أول مبارح 17 ألف رخصة مبارحة منها تقريبا 560 رخصة اليوم راح يتجاوز لعدد حوالي 400-500 رخصة قامت أمانة عمان مشكورة بعمل هذه الوحدة تخفيفا على المواطنين وتسليك أمورهم وهي مركزية تقوم بإجراء ترخيص لكل المناطق بدون استثناء كل مناطق أمانة عمان تقوم بترخيص عن غرفة تجارة عمان تسليلا لاحتياجات الناس العديد من المواطنين استغلوا الفرصة التي قدمتها أمانة عمان وتوافدوا إلى غرفة تجارة عمان لتجديد رخص المهن حيث أبدوا سعادتهم بهذه الفرصة عندي محل بخلدة ومبسوط كثير أن الأمانة خلت لنا اليوم فرصة عشان ما ندفع غرامات واستغلينا اليوم بالجمعة والحمد لله لأمور مشت تمام أنا قدمت معاملتي اليوم بغرفة تجارة عمان وكانت الإجراءات سريعة والشباب النشطين والله يعطيكم ألف عافية إذن هي خطوة جيدة بالنسبة للمواطنين بعد إتاحة الفرصة لهم تجديد الرخص المهنية تجنبا للغرامات وأي رسوم إضافية أخرى تترتب عليهم علي الأعرج رؤية